بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العراق بأيام قليلة باشرت أم سلوان بالتعاون مع جارتها بنصب معدات غسل الملابس على أحد الأرصفة قرب ساحة التحرير مركز الاحتجاج المركزي في بغداد بشكل مستمر وحتى يوم إعدادنا لهذا التقرير الذي حدثتنا فيه بعد إن أكملت وجبة غسيلها الصباحية باقين هنا نجيبوا الملابس نغسل المحافظات قلت لهم عباسي ما تفيد خلينا جيبي خسالتيج قالت مو مي كافي بس وحدة قلت لها أنا روح أجيبوا لي واحد بالأقصاد من هذا الرجال روحت علي جيران نقل قلت للي خسالة رأس شهرة تكيال الفلوس مالة قال ما يخالب أخلي وروحي جيب لتأوجيت اثنينات نحطينا جيبنا كهرباء ومي من المحلات وده نشتغل من ذاك اليوم ناليوم ووقف المرأة بخل نقول ثورة اكتوبر أو بالمظاهرات الأخيرة كان إيجابي جدا بعدما بصراحة احنا كان يعني دورنا مغبون بكل شي احنا معنا انه نقول انه عندنا حقوق وكذا احنا كنساء بحيث الرجال يقولون انتم اخذين حقوقكم احنا اليوم ثبتنا شي بالساحة انه فعلا هي نصف المجتمع والدليل انه احنا اليوم نصف المظاهرات وليس ببعيد عن الرصيف الذي تستخدمه ام سلوان نجد مبادرة اخرى قامت بها الشابة نور وعدد من رفيقاتها ففي هذه الخيمة الصغيرة تحاول الفتيات ترويج فكرة التسوق من المنتجات المحلية ويعادة الرونق لعبارة صنعة في العراق التي شارفت على الاندثار فكرتنا كانت انه صنعة في العراق يعني دا نقول انه ليش كلها يجوا مستورة عدنا يد عاملة وعدنا ناس بطالة كميات كبيرة فقلنا انه اذا تشتغل المصانع راح تحتاج يد عاملة شبيرة يعني عدد شبير همين راح تقل نسبة البطالة وهم راح يكون الانتاج تقريبا يعني عراقي كله فهالفكرة انه راح تساعد ان المصانع كلها ترجع تشتغل لوحات تعبر عن رمزية احتجاجات تشرين لعدد من الفتيات والشبان كانت حاضرة ايضا وهو نوع من انواع الاحتجاج السلمي الذي يعبر عنه العراقيون كل حسب تخصصه بحسب وصفهم كمرأة نحاول يعني انشارك مثلا باقل شيعة مثلا يعني اكو رسامين اكو هنا يساعدون اكو طبيبات يعني نحاول انه بايشي احنا يعني نحاول انعبر عن احنا ثورتنا احنا فئة الرسامين دا نعبر عن مشاركتنا بالثورة من طريق الرسم واكو مغنيين عن طريق الغناء والعزف وشي من بغداد محل انصاري ام بي سي عراق اشتركوا في القناة